في لحظة تركيز في المختبر تشتغل الدكتورة إيمان على أول اختبار مغربي للكشف عن فيروس كورونا كانش من الشيء السهل بأننا ننطوره هذا التقم هذا في مدة لا تتجاوز الشهرين يجب علينا أخذ بعين الاعتبار بأن ليس هناك لقاح المتوفر بالسوق إذن استراتيجية الوحيدة التي هي أمامنا هي الكشف هذه العلبة الصغيرة ولكن هذه القيمة الكبيرة لمستوى الوطني الإقليمي والدولي فنجاة نتيجة تراكم خبرات لدى أطر مؤسسة مصر وخاصة مركز البيوتكنولوجيا الطبية تراكم خبرة حوالي عشر سنوات في تطوير أطقم التشخيص المجموعة من الأمراض السرطانية في صمت المختبر تشتغل الدكتورة زينب على مرحلة التدخيم للكشف عن تواجد فيروس كورونا في عينة مشتبه فيها تبتتوا النتائج جل التطبيقات لدنها على المستوى العالمي كما تعرفون في معهد باستر بباريس وهو معهد مرجعي للمنظمة الصحة العالمية التي اعترفت أن هذا التقم يمكن استعماله في تشخيص مرض كوفيد-19 هذا المركز بمصير يتكون من حوالي عشرين باحثاً لدينا خمسة عشر براءة اختراع منها سبعة براءات دولية هذا التقم يعتمد على تقنية بيس اير وهي تقنية دولية تقول مؤسسة مصير للأبحاث العلمية المتقدمة في المغرب إن بإمكانها توفير عشرة آلاف علبة اختبار لفيروس كورونا في أفق نهاية شهر يونيو 2020 سمن التقم المغربي للكشف عن فيروس كورونا أقل مرتين اثنتين مقارنة مع ما يتواجد حالياً في السوق عادل الزبيري العربية الرباط ترجمة نانسي قنقر